اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لسباقات الهيجن بمضمار مدينة شرم الشيخ وشارك فيها 1380 متسابقا يمثلون 25 قبيلة من 17 محافظة هذا بلغ طول المدار السباق الهيجن نحو 1200 متر حيث ينظم دورة الاتحاد المصري للهيجن ضمن البطولات التنشطية للموسم الجديد بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء في سياق الاعتزاز بالتقاليد العربية واحياء الموروس الشعبي البدوي اطلق الاتحاد المصري للهيجن فعاليات الدورة الرابعة لسباقات الهيجن التي اقيمت بمضمار مدينة شرم الشيخ وبمشاركة 1380 متسابقا ويمثلون 25 قبيلة من 17 محافظة مصرية السباق ذا له همية كبيرة في البادية حضور 25 قبيلة مشاركة بهجين ومن غير هجين طبعا ذي حاجة تراثية وحاجة تعشقها البدو هي رياضة الاولى للبادية على مستوى الجمهورية الدورة الحالية تأتي ضمن البطولات التنشطية التي اطلقها الاتحاد المصري للهيجن للموسم الجديد بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وبحضور عدد كبير من شيوخ القبائل البدوية هذا اليوم هو عيد الهجن عيد الهجن من كل عام بمناسبة زيارة فخامة رئيس الجمهورية في 2021-2020 ففي كل عام كل عشرين في الشهر في 20 يناير بنعمل عيد الهجن واليوم موجودة في عيد الهجن 17 محافظة وعندنا 22 قبيلة وعندنا 1300 مشارك واليوم مشاركين في 32 شوط و28 قبيلة مشاركة في الأشواط ومشارك إن شاء الله بتسع مطايع في هذا الشوط قبل كذي فيه سباق حصلا على المراكز الأولى في سباق العالمين والتوفيق إن شاء الله مدمار الهجن بشرم الشيخ يعد أفضل مدمار لسباقات الهجن في قارة أفريقيا بالإضافة إلى أنه ضمن أفضل خمسة مضامر للهجن على مستوى العالم